اشتركوا في القناة 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 من هنا لو عايز اطلع كمية الاكس نوت اعمل ايه؟ هاعمل كده المسلس وحط الاكس نوت اللي هي فوق دي بديناها فوق ونحط اللي على الشمال دي الار ونحط الاكس نوت وروح حاطة ايدي على الاكس نوت اللي انا عايزها اللي هي الكمية الحقيقة بتساوي ايه؟ بتساوي دلتا اكس على الار الدلتا اكس اللي هي عندي بي ستة من عشرة والار اللي هي عندي اتناشر من ألف يبقى نقسم كده ستة من عشرة على اتناشر من ألف تديني ايه؟ هي اتناشر من ألف واتناشر من كم؟ ستة من عشرة مش ستة عشر من مية طيب تديني خمسين خمسين اللي هي بيه ماشي كده نخلي بالنا من دي لما يديني واحد واثنين من عشرة في المية يعني واحد واثنين من عشرة على مية طيب جسم يتحرك بسرعة ثابتة معنى ان الجسم بيتحرك بسرعة ثابتة او يعني الجسم بيتحرك بسرعة ثابتة يبقى محصرة القوى اللي بتأثر عليه بسفر سرعة ثابتة او سرعة منتظمة لما يقول لي جسم بيتحرك بسرعة ثابتة او سرعة منتظمة او يقول لي جسم ساكن ده كله معنى ان محصرة القوى اللي بتأثر عليه بسفر تحت تأثير ثلاث قوى F1 وF2 وF3 بينهما زاوية متساوية طيب اي من الاشكال التالية يكون اضق تمثيل للكوى المؤثرة على الجسم انا المفروض اطلع من دول تمثيل بياني يورين ان القوى المحصرة المؤثرة عليه على الجسم ده بسفر ماشي كده يعني ايه الجسم الكوى المحصرة المؤثرة عليه بسفر يعني كده مثلا يكون ده الجسم وبتأثر عليه مثلا قوة هنا بتلاتة نيوتن وقوة في عكس اتجاهها بتلاتة نيوتن فبالتالي ده بيشد بتلاتة ده بيشد بتلاتة فالجسم هيدانه ساكن لأن القوتين قد بعض ده كده معناه أن القوة المحصلة المؤثرة عليه بإيه بصفر فأنا عايز أدور برضو على شكل من دول يكون القوة المحصلة المؤثرة عليه بإيه بصفر طيب إيه الشكل الوحيد اللي ينفع في دول نشوف مثلا الشكل ألف الشكل ألف ده عبارة عن قوتين F1 وF3 قد بعض وF2 أكبر منهم ماشي كده وبالتالي وبالتالي القوة اللي بتأثر على الجسم ده مش بصفر ليه لأن عشان تأثر عليه بصفر زي ما انتو شفتوا كده لازم يكون الثلاث قوة أو القوتين اللي هنا لازم يكونوا قد بعض في المقدار يعني لازم دي بتلاتة فتكون دي زيها بتلاتة ماشي كده طيب ولازم يكونوا عكس بعض في الاتجاه فأنا عندي هنا F1 وF3 وF2 F2 مش قد F1 وF3 وبالتالي ما ينفعوش فأنا ببساطة خالص هبص هلاقي أن ما عنديش غردية اللي هي الشكل به طيب نقول بقى به ليه دلوقتي أنا خدت في الفصل الثاني اللي هو جبر المتجاهات بالنسبة للجمع أجي على F1 وF2 دول أتخيل أن هم متجاهين عاملين بالشكل ده كده F1 وF2 طيب في حالة عايز أجمع المتجاهين دول أجمعهم ازاي أشوف هم مشتركين متصلين ببعض بداية في بداية ولا نهاية في بداية طالما دي نهاية ودي نهاية إذن اللي هم متصلين ببعض بداية في بداية طيب لو كان بداية في بداية كنت باجمع المتجاهات دي ازاي كنت بعمل موازل دا كده موازل دا اهو في نفس اتجاهه وموازل دا هو كمان في نفس اتجاهه وبشوف هم تقابلوا فين وبروح موصل من اول ما بدأوا لغاية هنا معنى كده ان المتجاه حصل جمع المتجاهين دول هيبقوا عاملين ازاي هيبقى هم بداية في بداية هو فهرسم موازل دا كده وموازل دا كده وهيتقابلوا هنا فاروح طالع من هنا واروح عامل دا كده اذا محصلة المتجاهين دول هم دا وهنسى بقى أدول خالص خلاص هو ده محصلة الاتجاهين مش الشكل ده كده بالزبط شبه الشكل ده القوة دية اللي طلع ديه قد القوة ديه في المقدار وي عكسها في الاتجاه فهو الشكل ده الوحيد اللي ايه اللي ينفع ماشي كده طيب هنا القوة ملاحظين ان F1 اصغر من F3 و F2 هنا برضو نفس الكلام F1 كبيرة و F2 و F3 هما اللي صغيرين ماشي كده المفروض ان الثلاثة يبقوا قد بعض ماشي فيبقوا الاتنين دول كده مجموعهم يديني واحد قد ده وفي عكس اتجاهه طيب يبقى هو عندي طبعا به اي من الات يمثل جسم بدأ حركته بسرعة ابتدائية لا تسوي سفر يعني ايه سرعة ابتدائية لا تسوي سفر يعني ما بدأش من محور السفر يعني ده كده بدأ من محور السفر فبدأ بسرعة ابتدائية بتسوي سفر فده ما ينفعش ولا ده ينفع ماشي كده فهو واحد من دول وبعجلة منتظمة طيب عجلة منتظمة ده دلوقتي ما بدأش بسرعة ابتدائية سفر بدأ بسرعة ابتدائية لها قيمة طيب تبدأ عجلة منتظمة اه ما هو ده دلتا في عدلتا تي تديني ايه اللي هي العجلة وطالما خط مستقيم كده يبقى هي منتظمة مش منحنة لو منحنة يبقى عجلة غير منتظمة لكن ده خط مستقيم يبقى هي عجلة منتظمة يبقى الشكل واحد ينفع بس انا عندي في الاختيارات الشكل واحد فقط ولا الشكل واحد واثنين ولا الشكل اتنين فقط طبعا هو مش اتنين فقط ولا تلاتة واربعة هو لا اما واحد فقط لا اما واحد واثنين نيجي على ده هل ده ينفع عجلة منتظمة طيب الاول هل ده بدأ بسرعة ابتدائية لا تساوي صفر اه ده بدأ من هنا طيب هل ده عجلة منتظمة اعرف ازاي هو انا في تربيع ودي دي خدتها في ايه فين خدتها في معادلات الحركة بعجلة منتظمة في تالت معادلة اللي هي بتقول ان اتنين بتسوي في اف ترباح ناقص في اي تربيع. وكنت قلت ان انا لو هقسم بقى الفي تربيع ايا كان اف او اي بس طبعا الاي ليها قيمة فانا هتعامل مع الاف تربيع دي بتاعة الفي اف مش الفي اي. المهم لو اسمت الفي تربيع على الفي يعني لو خدت الفي تربيع على الفي دي ده يديني ايه? يديني لجانب الده اللي هي يديني اتنين ايه؟ اللي هي عجلة ولا لأ? يبقى يديني عجلة وبالتالي الشكل ده راخر هو يديني ايه يديني عجلة ايه تاني برضو يديني عجلة من الاشكال لو ده ده برضو يديني عجلة بس بس ده برضو يديني عجلة منتظمة بس هو مش بدئ من السفر لو ده كان كده دي وي تي تربيع برضو ده شبه انهي معادلة من معادلات الحركة اللي هي المعادلة التانية اللي بتقول ان الدي بتساوي الفي اي تي تربيع زائد آآ نص اي تي في اي تي زائد نص اي تي تربيع طيب هنا هو جايب علاقة ما بين D و T تربيع. لو رحت خدت D على T تربيع. هيديني هيديني نص A. يعني هيديني عجلة برضو. ففهمتك. ده وده وده يدوني عجلة A. منتظمة. بس الفكرة ان 3 ما ينفعش عشان مش بدء من سرعة ابتدائية. ده بدء من السفر. يبقى الشكلين A و 1 ينفع. طيب. اذا كانت صغة ابعاد الكمية الفيزيائية A هي M تربيع L T سلب 2. وصغة ابعاد الكمية B هي M تربيع L T T سلب 2. فإن صغة ابعاد الكمية 4A نقص 2B يعني هدرب A دي في 4 وهدرب B دي في 2. طيب هل دول ينفع أطرحهم أو أجمعهم وأنا إمتى ينفع أجمع وأطرح الكميات الصياغ الأبعاد. لو شبه بعض بالزبط. يعني دي M تربيع. يعني كده L T سلب 1 مثلا زاد L T سلب 1 دول ينفع أجمعهم. يدوني إيه؟ يدوني نفس النتج بتاعهم. برضو اللي هو L T سلب 1. ماشي كده؟ طيب. يعني L T سلب 2 زاد L T سلب 1. ينفع أجمعها؟ لا ما ينفعش أجمعها. طيب. هو ده بقى 4M تربيع L T سلب 2 ناقص 2M تربيع L T سلب 2. هل ينفع أجمعهم ولا لأ؟ هنقول لأ مثلا لأن ده 4 وده 2. لا. الأرقام ما لهاش صيغة أبعاد. يعني كأنني مش شايفها. أبص بس لصيغة الأبعاد. دي شبه دي؟ آه. يبقى ينفع أطرحهم وأجمعهم. ماشي كده؟ طيب. في حالة إن أنا بقى هطرحهم. يعني كده كأنني بطرح A ناقص B وإيه؟ شبه B فينفع أطرحهم. طيب. في حالة الطرح هيديني أنهي ناتج. هيديني نفس ناتجهم اللي هي M L T سلب 2. ماشي كده؟ إذا كانوا بقى حكتم الشبه بعض هنقول ليس لها معنى فيزيائي. طيب. سيارة تتحرك بسرعة 30 متر على الثانية. دي سرعة عادي منتظمة. قام سائقها بالضغط على الفرامل. ماشي كده؟ فتأثرت السيارة بعجلة سلبة. مقدارها 6 متر على الثانية تربيع. فإن النسبة بين سرعة السيارة بعد زمن واحد ثانية وسرعتها بعد زمن اتنين ثانية. دايما في الأسئلة دي بتاعت معادلات الحركة بعجلة منتظمة نخلي بالنا اللي هو طلبه هو اللي بجيب منه المعادلة. ماشي كده؟ هو بيقول سرعة السيارة بعد زمن سرعة بعد زمن تبقى سرعة نهائية أو سرعة بعد مسافة تبقى سرعة نهائية فطلب ما قال لي سرعة بعد زمن يبقى سرعة نهائية فهو عايز ال VF لما كانت التى بواحد ويرجع عايز ال VF لما التى باثنين سواء هنا أو هنا هشتغل بأنهي معادلة من معادلات الحركة هشتغل بالمعادلة الأولى لأن VF وتى باشتغل بالأولى. المثلسة هو VF وتى وD لو لو لقيت عندي في المسألة VF وتى يبقى أشتغل بالأولى. لو لقيت عندي D وتى أشتغل بالتانية. يعني دي وتي بشتغل باللي بينهم VF وD بشتغل بالتالتة ماشي كده؟ المهم يبقى أنا هجيب الأول سرعة السيارة بعد الثانية واحدة المعادلة اللي بقولها بتقول إن VF بتساوي VI زائد AT صح كده؟ نبدأ نشتغل VF فأنا عاوزها بالنسبة للثانية الأولى VI السرعة اللي بدأ بيها كانت 30 زائد FT هو قال إن السيارة بتتأثر بعجلة A سلبة حتى لو ما قاليش بعجلة سلبة لو قالي ضغط على الفرامل فتأثرت السيارة بعجلة مقدارها كذا طالما سرعة السيارة هتقل يبقى هو بيتأثر بعجلة سلبة طب يعني إيه عجلة سلبة؟ يعني لما جاء حطها في المسألة حطها بالسالب يبقى ناقص 6 بدل زائد 6 في T اللي هو الزمن بواحد دي هتطلع بكام؟ دي هتطلع ب24 وبعدين أجيب برضو VF بعد A ثانيتين يبقى برضو السرعة اللي بدأ بيها كانت 30 ناقص ما هو عجلة سلبة 6 في كام؟ في 2 ماشي كده؟ يبقى دي هتطلع بكام؟ 30 ناقص 12 30 ناقص 12 هتطلع بكام؟ 18 صحي كده؟ طيب فإن النسبة بقى عايز النسبة بقى لما يقول للنسبة يعني عايز حصل اسمتهم بعد ثانية إلى بعد ثانيتين هو قال لي بعد ثانية الأول يبقى حط الـ 24 على بعد ثانيتين لها 18 هنقسم دي على الثلاثة 24 على الثلاثة فيها 8 ودي 24 ودي 18 على الثلاثة فيها 6 تمانية على الثلاثة برضو في اختصار لها ممكن نختصر دي على 2 فيها الأربعة على 2 فيها الثلاثة يبقى أربعة على الثلاثة اللي هي آخر واحدة اللي هي دي ماشي كده؟ طيب الشكل التالي يوضح مواضع سيارتين X و Y على فترات زمنية متتالية مقدار كل منهما واحد ثانية وكانت تجاه حركة السيارتين إلى اليمين ماشيين كده الأول نقول قبل ما نشوف الاختيارات العربية واحد دي بتتحرك بإيه؟ العربية واحد دي نلاحظ كده أنها بتقطع مسافات غير متساوية في أزمينة متساوية يعني 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5 يعني في الزمن ثانية واحدة فأول ثانية قطعت المسافة دي في تاني ثانية اللي هي من 2 إلى 3 قطعت مسافة أكبر في تالت ثانية قطعت مسافة أكبر والتالي دي بتتحرك بسرعة غير منتظمة أو ممكن نقول بإيه؟ عجلة مجابة ولا سالبة مش هي سرعتها بتزيد نلاحظ كده أن في أول ثانية كانت السرعة كده تاني ثانية المسافة كده ثالث ثانية المسافة كده وبالتالي سرعتها بتزيد أو بعجلة منتظمة مجابة ماشي كده؟ نيجي على التانية لاحظوا كده من الثانية الأولى للتانية قطعت المسافة دي من الثانية للتالتة قطعت تقريبا نفس المسافة الثالثة للرابعة نفس المسافة وهكذا إذن التانية دي بتتحرك بإيه؟ بسرعة إيه؟ منتظمة طب لو عايز أعبر عنها عن طريق عجلة هقول عجلة سفرية ما ما فيش عجلة طالما سرعة منتظمة هي عجلة سفرية فنقوله تتحرك السيارتين بسرعة غير منتظمة لا لأن التانية دي بتتحرك بسرعة منتظمة تتحرك السيارة إكس بسرعة منتظمة لا إحنا قلنا السيارة إكس بسرعة غير منتظمة فدي كلها غلط تتحرك السيارة إكس بعجلة منتظمة سالبة برضو غلط لأن السيارة إكس بتتحرك بعجلة منتظمة أه بس مجابة لأن سرعتها بتزيد تتحرك السيارة إكس بعجلة منتظمة مجابة أه بينما تتحرك السيارة إيه بسرعة إيه؟ منتظمة طيب طيب السؤال اللي بعد كده كذف الجسم الأعلى بزاوية سيتا تأميل على الأفقي فكان المادة الأفقي لحركة الجسم يساوي أكثر تفاع رأسي يصل إليه فتكون قيمة الزاوية طيب إحنا هنبدأ منين من اللي هو الهولي المادة الأفقي اللي هو R بيساوي أكثر تفاع اللي هو H طيب فالمادة الأفقي أنا هاجة أفكه أنا عندي VIXT وعندي قوانين كتيرة طيب أفك دايما أبدأ كده المادة الأفقي القانوني اللي دايما مش هيخيب معايا هو القانون الأخير اللي أخدته للمادة الأفقي اللي هو سالب 2 V I تربيع سين سيتا كوزين سيتا على G دايما نبدأ بالقانون ده ده كده أسهل القانون هيحلي لي أي مسألة تقريبا للمادة الأفقي بتساوي H اللي هي عندي سالب V I Y تربيع على إيه على 2G طيب أعمل إيه دلوقتي أنا عندي دي فيها سين سيتا وكوزين سيتا فإذا أنا لازم أفك ده لحاجة فيها سين سيتا أو كوزين سيتا طيب ما أنا عندي لما بقول مثلا أنا عندي V I Y بقول كده يبقى بتساوي V I وفك ال Y دي لسين سيتا ومثلا لو V I X بقول V I وفك ال X دي لإيه لكوزين سيتا فأنا أروح فاكك دي كده الأول لسين سيتا يبقى سالب V I وأشيل ال Y وحط سين سيتا يبقى تربيع على 2G بتساوي سالب 2V I تربيع سين سيتا كوزين سيتا على G طيب بعد كده هبدأ أعمل إيه؟ هبدأ أختصر طيب يعني هبدأ أشيل ال G مع ال G طيب هشيل إيه تاني مع إيه تاني؟ أنا دلوقتي هروح عندي دي V I سين سيتا طيب ما أنا عندي تربيع فلازم أربعها الأول فهعمل إيه؟ هسيب دي كده زي ما هي وأقول دي بتساوي سالب V I تربيع اللي هي V I تربيع سين سيتا أخليها سين سيتا تربيع أو سين تربيع سيتا دي كده بتساوي سالب 2V I تربيع سين سيتا كوزين سيتا وأبدأ برضه أختصر تاني هود السالب مع السالب وود ال V I تربيع مع ال V I تربيع وودي ايه انا عندي دي سين سيتا كزين سيتا وعندي دي سين تربيع سيتا سين تربيع سيتا دي كأنها سين سيتا في سين سيتا فانا اروح عامل ايه اروح مودي واحدة من السين دي مع السين دي فاتبقى لي هنا اتنين كزين سيتا وتبقى لي هنا ايه كان فيه الاتنين هنا كمان بقى يالق اهي من اللي هنا من الطرف ده طيب وتبقى لي هنا ايه تبقى لي هنا سين سيتا على اتنين تاني همسح دي وقلوك عملتها ازاي انا الاول قبل اي حاجة قبل ما اختصر اي حاجة هفك التربية عشان تفهم دي جي ودي اتنين جي قبل ما اختصر اي حاجة هفك التربية ده يعني هنزل دي كده هزاي ما هي في اي تربيع سين سيتا على جي بتساوي ابدأ افك التربية دي سالب في اي تربيع سين تربيع سيتا ماشي على ايه على اتنين جي بعدين ابدأ اعمل ايه بقى ابدأ اختصر اود الجي مع الجي واود ال في اي تربيع مع ال في اي تربيع اتبقى لي ايه من هنا سالب اتنين سين سيتا كوزين سيتا صح كده بتساوي اتبقى لي ايه من هنا هنا سين تربيع سيتا طيب سين تربيع سيتا على اتنين صح كده اعمل ايه بقى انا عندي دي سين سيتا ودي سين تربيع سيتا السين تربيع سيتا دي قلتك انها سين سيتا في سين سيتا فانا كل الحكاية انها هودي التربيع دى مع سين سيتا ويتبقى لي سين سيتا واحدة فيتبقى لي هنا سالب اتنين سين سالب اتنين كوزين سيتا بتساوي سين سيتا على اتنين السلب ده طبعا مش هيتبقى لان انا هودي السالب بيكون في سالب اتنين هنا فده هيروح كده مع السلب اللي هنا المهم يبقى عندي 2 كزين سيتا بتساوي سين سيتا على 2 أعمل إيه هضرب طرفين فوسطين كده يبقى 4 كزين سيتا طرفين فوسطين كده بتساوي سين سيتا طيب أعمل إيه بعد كده أنا عارف إن السين على الكزين بتساوي تان فأنا أروح واخد كده أقول سين سيتا على كزين سيتا بتساوي أربعة يعني رحت كده هو وأنا راجع ما رجعش فاضي أخذ أربعة على الرقم اللي هنا الرقم اللي هنا كان واحد يبقى اربعة على واحد منها ان تان سيتا بتساوي اربعة على واحد اللي هيب اربعة ومنها ان السيتا اجيبها ازاي اروح جاي على القالة الحسبة كده اقول شفت تان اربعة يديني كام يديني خمسة وسبعين وتسعة من عشرة اللي هي تقريبا ايه ستة وسبعين ماشي كده ارجعوا بقى واحدة واحدة مع المسألة كده من اول محلتها وفهموا عملها ازاي اهم حاجة من الار هنا دايما بعبر عنها بالقانون ده ماشي كده قامت مجموعة من الطلاب بكياس سرعة حركة جسم اي من هزيه القياسات اكثر دقة طبعا انا لو بسأل على قياس اكثر دقة فالمفروض ان القياس الاكثر دقة ده يبقى اللي فيه اقل اخطاء صحي كده اقل خطأ يبقى اكثر دقة طيب اه انهي خطأ بقى اللي اقل حاجة هل الخطأ النسبة والخطأ المطلق طب احنا كنا قلنا واحنا بناخد الخطأ النسبة المطلق مين اللي اضك في التعبير عن دقة القياس الخطأ النسبة طبعا عن خطأ القياس الخطأ النسبة فانا المفروض اشوف الخطأ النسبة في كل واحد من دول واقل واحد فيهم خطأ هو هيبقون اكتر دقة طب اجيب الخطأ النسبة ازاي انا عندي دي قيمة الاكس نوت ودي دلتا اكس فالخطأ النسبة بيبقى عبرها عن دلتا اكس على اكس نوت يعني الار من هنا بتساوي 20 على 350 والار هنا بتساوي 15 على 340 وهنا بتساوي 10 على 335 الار وهنا الار بتساوي 10 على 320 اشوف اصغر رقم من دول وهو هيبقى قال لهم ايه خطأ فعندي ادي 20 على 350 تديني كام دي تديني 2 على 35 اللي هي هنقول مثلا لو خدنا بقى في كل حاجة اول رقمين عندي دي او اول 3 ارقام هنقول دي 57 من الف طيب عندي التانية 15 على 340 دي تديني 4 من الف تديني 5 من الف ماشي كده طيب هو احنا خدنا اول 3 ارقام يبقى 54 من الف طيب نجيب دي طيب نجيب نجيب دي 10 على 335 تديني تديني من الف 31 من الف ماشي كده طيب فانا عندي كده هي ايه اه دي 57 من الف دي اربعة واربعين من الف فده لغاية دلوقتي اصغر دي اتنين من مية او هنقول مثلا واحد وعشرين من الف ماشي كده دي 31 من الف فعندي انا كده اقل خطأ في القياس هو دي اللي هو واحد وثلاثين من ايه من الف اه واحد وعشرين من الف اللي هي جيم علشي طيب يتحرك كطار بسرعة منتظمة مقدارها 108 كم على الساعة وعندما ضغط سائقه على الفرامل توقف الكطار بعد 15 ثانية اولا الكطار بيتحرك بسرعة منتظمة 108 كم على الساعة ابص على الاجابات هلاقي ان العجلة طلعا لي كلها بمتر على السانية تربية اذا ما ينفعش اسيب دي بالكيلومتر على الساعة لازم احولها متر على السانية أحولها متر عالثانية إزاي عن طريق أن أضرب في 5 على الـ 18 يبقى أنا لو عايز أحول من كيلومتر عالثانية على المتر الثانية أضربه في 5 على 18 يبقى أدف 5 على 18 تديني كم تديني 30 إذن السرعة اللي بتحرك بيها بتساوي 30 متر عالثانية طيب دي كده السرعة ابتدائية هي سرعة منتظمة في نفس الوقت سرعة ابتدائية طيب ليه؟ لأنه كان بيتحرك بسرعة منتظمة وبعدين بدأ يضغط على الفرامل فبدأ يتأثر بعجلة طالما سرعته بتتغير يبقى هنا في عجلة طيب فبنعتبر أن السرعة المنتظمة اللي كان ماشي بيها دي بسرعة ابتدائية توقف الكتار بعد 15 ثانية فكرة أن الكتار توقف ده يعني إيه الكتار توقف؟ يعني أصبحت سرعته النهائية بتساوي 0 لما يقول لي توقف الكتار معنى كده أن سرعته النهائية أصبحت بسفر بعد 15 ثانية يعني بعد زمن 15 ثانية من هنا أعرف أنه على طول هشتغل بالمعادلة الأولى طالما عندي BF وT من المثلث اللي لسه كان بينه هنا عنده طالما BF وT أشتغل بالأولى فتكون العجلة المنتظمة التي يتحرك بها الكتار يبقى أنا عندي كده أقول أن BF بتساوي BI زائد A في T هشتغل بالأولى طيب BF عندي بسفر BI اللي هو كان بدئ بيها ب30 زائد A اللي أنا عاوزها في T اللي هو الزمن اللي هو توقفي اللي هو 15 طبعاً هتبقى 15 A وهودي 30 دي الناحية الثانية بتساوي سالب 30 ومنها لإيه بتساوي أنا عايز لإيه فأقسمع اللي جنبها يبقى لإيه بسالب 2 متر على الثانية تربيع يبقى فهمنا ليه حولنا في الأول حولنا في الأول علشان هو الإجابات كلها بالمتر على الثانية تربيع فأنا أخلي بالي من دي عندي السؤال اللي بعد كده بيقول لي كزفة كرة رأسياً لأعلى فاستغرقت 3 ثواني حتى وصلت لأكثر ارتفاع كلمة وصلت لأكثر ارتفاع دي يعني أصبحت سرعتها النهائية بسفر أول ما يقول لي وصلت لأكثر ارتفاع يبقى أصبحت سرعتها النهائية هي اللي إيه بسفر فهو قال لي إن الكرة دي خدت 3 ثواني عشان توصل لأكثر ارتفاع من هنا أعرف طبعما فيه في اف و تي أعرف إنه ممكن أشتغل بالمعادلة الايه الأولى إن المعادلة الأولى هتنفعني في حاجة قديل المسلسة وفي اف و تي يبقى أعرف إن المعادلة الأولى هتنفعني في حاجة طيب يبقى أنا طيب هو بيقول لي احسب أكثر ارتفاع يعني قديل كرة هي كزفة لأعلى بالشكل ده كده فخدت 3 ثواني عشان توصل هنا هو عايز يحسب أكثر ارتفاع ده وصل إلي الكرة يعني عايز يحسب المسافة دي فهو كده بيقول لي عايز يحسب دي وأنا قلتلكه هو عند أكثر ارتفاع دايماً الفي اف بصفر يعني ده هو اللي طالبه أنا قلتلكه دايماً المعادلة اللي بتشغلني هي بتيجي من السؤال يعني احسب أكثر ارتفاع تصل إلي الكرة فأكثر ارتفاع يعني هو عايز كده مسافة لما الفي اف بصفر فاشتغل بأنهي معادلة لما يبقى عندي الدي والفي اف يبقى اشتغل بالمعادلة الايه بالمعادلة الثالثة. طيب. فانا ابدأ الاول اشتغل بالمعادلة الثالثة واشوف انا ايه اللي هيبقى ناقصني. فاقول ان اتنين جي دي بتساوي في اف تربيع ناقص في اي تربيع. انا ليه قلت جي دي مش اي دي? لان الجسم لما بيبقى مجزوف رقصيا سواء بقى الاعلى او لاسفل العجلة اللي بتتحكم فيه هي عجلة الجاذبية. ماشي كده? العجلة اللي بتغير سرعته هي عجبة الجاذبية. الجاذبية هي اللي بتتحكم في سرعته. وبالتالي ابدأ بقى اشتغل. يبقى اتنين في الجي. الجي هو هنا مدهالي بعشرة. هل حطها بموجب عشرة ولا بسالب عشرة? اقول والله هو الجسم ده لو مجزوف لأسفل يعني في اتجاه الجاذبية حطها بالموجب. انما الاعلى يعني عكس اتجاه الجاذبية حطه بالسالب. وبالتالي الجي هنا حطها بالسالب. يعني حط السالب هنا كده واحط العشرة هنا. طيب في دي اللي هو عاوزها بتساوي الف تربيع اللي هي بصفر ما هو عند اكثر ارتفاع ناقص الف تربيع طب ما انا مش معايا الف تربيع طب هل ينفع اقولي ان الف تربيع بصفر لأ لو كان قال لي مثلا تركت لتسقط سكوت حر او سقطت سكوت حر يبقى السرعة ابتدائية بصفر لكن طالما قال لي كذفت يعني طلعت بسرعة ايده يعني فيه هنا سرعة ابتدائية المفروض تتحط طب ما انا ما عايش السرعة ابتدائية اذا انا هبدأ اشتغل بقى على الدهولي في الاول وطلع منه الفي اي يعني اعرف من اللي انا هشتغل هنا ان انا عايز الفي اي فهمنا كده طيب يبقى هو قال لي كذفت كورة رأسية لأعلى فاستغرقت تلات سوائن عشان توصل لأكثر ارتفاع فاشتغل بقى اني معادلة في اف وتي وبقى اشتغل بالأولى يبقى في اف بتساوي في اي ناقص جي تي طب هي مش كانت زائد جي تي اه بس انا دلوقتي بقوله كورة رأسية لأعلى يعني انا بتحرك عكس الجذبية وبالتالي العجلة بالسالب المهم يبقى في اف بسفر بتساوي في اي اللي انا عاوزها موقس جي اللي هي عشرة في التيل اللي هي بكام التيل اللي هي بثلاث ثواني ومنها كده ان في اي بكام بتلاتين ازاي انا هودى التلاتة في عشرة دي الناحية التانية يبقى في اي بتلاتين طيب بعد كده اروح بقى هنا يبقى سالب اتنين في عشرة في D بتساوي سالب 30 السالب هيروح مع السالب 2 في 10 بـ 20 يبقى 20 D بتساوي 30 ومنها الـ D بتساوي كام 20 على 30 تديني 1.5 ايه 1.5 متر ماشي كده طيب تحرك شخص في خط مستقيم مبتعدا عن مبنى نفترض ان هو ده المبنى مسافة 100 متر ثم توقف لمدة 40 ثانية نفضل واقف بعدين اكمل حركته في نفس الاتجاه فقطع 5 من 10 كم 5 من 10 كم يعني نصف كم طب انا عايزها دي بالمتر فاحاول دي بالمتر زيها نصف كم دي طيب احاولها بالمتر زي عشان احاول من كم للمتر بضرب في 1000 يبقى 5 من 10 في 1000 هتديني 500 متر وانا عارف ان نصف كم يعني 500 متر ماشي كده فما بعد الشخص عن المبنى ما الشخص دلوقتي هنا فبعده قد المية والخمسمية يبقى 600 متر ماشي كده كان ممكن طبعا احاول متر برضو للكيلو متر واخليها 1 من 10 كم يبقى بعده 6 من 10 كم اللي هي برضو 600 متر عندي السؤال اللي بعد كده بيقول لي قطرتين تتحركان على خطين متوازين وفي اتجاه المتضدين يعني كأنهم بيتحركوا مثلا على شروط سكة حديد بسبب القطرتين يعني مثلا قطر وقطر مثلا يعني على شروط سكة حديد طيب وفي اتجاه المتضدين يعني واحدة بتتحرك كده واحدة بتتحرك كده ماشي بالسرعة اللي اتنين بنفس السرعة اللي اتنين بسرعة 90 كم على الساعة يعني الفي هنا بتسوي 90 كم على الساعة طب هحاولها لأ مش هحولها للبعد عندي برضو بالكيلومتر فايا كان اللي هيسأل عليه هايطلع عادي ممكن نقسم دي على دي او ايا كان العملية الحسابية اللي هتتم بينهم طالما هما واحدتين شبه بعض المهم والتانية برضو يبقى دي في واحد بتسعين كيلومتر عالساعة وفي اتنين القطيرة التانية تسعين كيلومتر عالساعة بيقول لي ايه متى يتقابلان اذا كان البعد بينهم تمانية ونصف كيلومتر يعني المسافة بينهم دي كلها ايه تمانية ونص كيلو متر طيب هو ده بيتحرك بسرعة تسعين كيلو متر على الساعة وده بيتحرك بسرعة تسعين كيلو متر على الساعة الاتنين بيتحركوا والاتنين بيتحركوا بنفس السرعة بالتالي هم هيتقابلوا فين؟ هيتقابلوا في نص الطريق بالزبط صح كده؟ يعني في نص الطريق يعني عند كام؟ يعني بعد ما كل واحد فيهم يقطع قدي بعد ما كل واحد فيهم يقطع أربعة كيلو وربع إيه اللي أربعة كيلو وربع دول؟ اللي هو نص المسافة بالزبط بتاعت التمانية ونص يبقى هم هيتقابلوا بعد ما كل واحد فيهم يقطع أربعة كيلو وربع فهو بيقول لي إمتى هيتقابلوا اللي هو زمن بيسأل على زمن فعند الزمن بيساوي المسافة على السرعة لأن السرعة بتساوي المسافة على الزمن طيب وبالتالي هجيب الزمن بتاع أي واحد فيهم يعني الزمن بتاع اللي القطر التاني ده مثلا هيقطع فيه مسافة أربعة كيلو وربع أو هجيب الزمن اللي القطر الأول فيه بيقطع مسافة كيلو ربع وعرف إنه وقتها هم هيتقابلوا لأن هم هيتقابلوا بعد ما كل واحد فيهم يقطع مسافة 4 كيلو ربع ماشي يبقى دي عند اللي هي المسافة اللي هي 4 كيلو ربع على السرعة بتاعة أي واحد فيهم اللي هي 90 ونشوف دي هتديني ايه طيب النتج ده يطلعلي بالإيه هيطلعلي بالساعة لأن دي 90 كم على الساعة ودي 90 كم على الساعة الآن السرعة وده 4 وربع كيلومتر يعني لو كتبنا كده كيلومتر وده كيلومتر عالساعة ماشي كده فطبعا الكيلومتر هيتبقى هيروح مع الكيلومتر ويتبقى الساعة يعني الواحدة اللي هتطلع بالساعة طيب يبقى 4 وربع على 90 تديني كام؟ تديني 47 من 1000 طيب ده بالساعة أنا هكتبها كده ممكن هكتب كده يعني بعد 47 من 1000 من الساعة بس أنا عايز عرف دي مثلا قديه بالدقيقة مثلا او بالسانية هاضرف ستين وفي ستين تديني كم تديني مية وسبعين يعني ممكن نكتب كده بعد سبعة وربعين من الف من الساعة يعني ساعة او بعد مية وسبعين سانية هيتقابلوا فهمنا كده ده هيتقابلوا هنا دي بالساعة دي بالايه بالسانية طيب اذا تحرك جسم بسرعة منتظمة تكون عجل التحرك ومساوية للسفر فسر ذلك يعني ليه لو اتحرك بسرعة منتظمة او سرعة سابتة العجلة هنا بتساوي سفر هنقوله لان العجلة هي التغير في السرعة بالنسبة للزمن والجسم المنتظم او الجسم الذي يتحرك بسرعة منتظمة هيكون التغير في سرعته بتساوي سفر يعني هنقول كده لان انت عارفين ان العجلة هي التغير في السرعة بالنسبة للزمن طيب والجسم المنتظم التغير في السرعة بتاعته يعني الدلتا فيه بتساوي ايه بتساوي سفر مهما بيتغيرش جسم منتظم يعني جسم سرعيته سابت يعني سرعيته ما بتتغيرهش وبالتالي الايه بتساوي سفر على دلتا تي ايا كان بقى قيمة الدلتا تي تديني سفر عشان كده العجلة بتديني ايه سفر يبقى تاني بقى انا هفصر اللي قلته ده لان العجلة هي التغير في السرعة بالنسبة للزمن او هي المعدة للزمن للتغير في السرعة وبما ان الجسم اللي يتحرك بسرعة منتظمة التغير في سرعيته يساوي سفر اذا الايه بتساوي سفر لا اعجلته بتساوي سفر بعد كده بيقول لي توضح الصورة متصابق في سباق للقوارب استخرج زوجا من القوة في هذا الموقف يمثل فعل ورد فعل زوجا من القوة يعني عايز قوة ورد الفعل بتاعها يعني عايز فعل ورد الفعل وعايز فعل تاني ورد فعل تاني دي اسمها زوجا من القوة عايز اتنين طيب عندي اول واحدة اللي هي ايه اللي هي قوة قوة فعل قوة الفعل يعني في اول واحدة من النوع قوت الفعل اللي هي من المجداف على المية من المجداف على الماء ورد الفعل طبعا من ايه من الماء على المجداف ادي ادي اول واحد تاني واحدة من القارب على الهوى ما هو القارب وهو ماشي او من القارب على المية ماشي كده من القارب على الهوى مثلا بس انا ايه كم اني قلت في اول واحد المية لكن انا هجيب بقى حاجتين تانيين يبقى من القارب على الهواء لأن الهواء ليه مقاومة ده الفعل ومن الهواء على القارب ده إيه درد الفعل طيب بين كيف يمكن للقارب أن يصل إلى سرعة أكبر يبقى بزيادة قوة الفعل اللي هي قوة التجديف يبقى بزيادة قوة التجديف هيصل طبعا لسرعة أكبر لأنه لما يزود قوة التجديف هيدفع المية بشكل أسرع وبالتالي المية هترد عليه بشكل أسرع من الأولاني من اللي هو كان قبل ما يقول لي يبين كيف يمكن مش إحنا قلنا القوة هنا هو بيزقها من المجدف على الماء بقوة معينة أنا بقى لو زودت بقى قوة التجديف فهتبقى قوة ترد الفعل أقوى فهتبقى السرعة أكبر طيب متجه إيه مركبتيه الأفقية والرأسية 3 و 2 و 6 و 1 و 6 يعني أدي إيه أهو كده مثلا مركبتيه الأفقية اللي هي على محور إكس 3 و 2 والرأسية 1 و 6 طيب على الترتيب و متجه بيه مركبتيه الأفقية والرأسية 5 من 10 و 4 و 5 اوجد الزاوية بين المتجهين إيه ده إيه و ده بيه عايز الزاوية بين دول طب أنا أعمل إيه في المسألة دي أروح جايب الزاوية بتاعة المتجه إيه والزاوية بتاعة المتجه بيه وأطرح الكبير نقص صغير أيا كان بقى الزاوية بتاعة إيه نقص بيه أو بي نقص إيه اللي هيطلع معي الكبير هطرحه من الصغير فكده أجيب الزاوية بينهم يبقى أجيب زاوية إيه وأجيب زاوية بيه وأطرحهم من بعض علشان أجيب الفرق بينهم طيب أو الزاوية بينهم طيب أجيب زاوية إيه إزاي أنا عايز زاوية هنا الأول هعمل المحصلة اللي هو دي عشان اجيب المحصلة طب انا بجيب المحصلة ليه؟ ما عشان الزاوية دايما هي اللي بتبقى بين المحصلة ومحور السنات اللي هي دي ونفس الكلام بالنسبة لبه كده هو والزاوية اللي هي سيتا هي بين المحصلة ومحور السنات ده طيب وارروح جايب الزاوية دي والزاوية دي يبقى سيتا ايه؟ الاول السيتا بتساوي ايه؟ بتساوي يعني عشان اجيب السيتا ايه؟ بقول كده تان سيتا ايه اللي انا عاوزها دي بتسوي المقابل على ايه على المجاور طيب المقابل يعني اللي قدامها كده طيب اللي قدامها ده بكام مش عارف طيب ما ده واحد وستة يبقى ده واحد وستة زيه وده تلاتة واثنين يبقى ده تلاتة واثنين زيه ماشي كده يبقى ده واحد وستة يبقى ده واحد وستة ماشي يبقى المقابل قلنا ده واحد وستة على المجاور اللي هو تلاتة واثنين ده كده المقابل وده كده المجاور اللي لازق فيه ماشي كده طيب تطلع لي كام سيتا ايه دي اروح كاتب كده على القلة الحزبة shift tan 1 و 6 على 3 و 2 يطلع لي 26 و 565 من 1000 26 و 500 65 من 1000 طيب نفس الكلام البي اروح جايب بقى المقابل على المجاور يعني تان سيتا للبي بتساوي المقابل ده مش عارف بكام اللي قدامه كان ب4 ونص يبقى 4 ونص على المجاور اللي هو جنب السيتا اللي هي 5 من 10 يعني تان 9 يعني يبقى السيتا بي بتساوي هكتب كده shift tan 4 ونص على نص يديني 83 يبقى البي بقى اكبر من ايه وي 659 من 1000 ماشي كده او كمان ايه ده يعني 650 لان التمانية دي هتزود التسعة تخليها 0 وستمية وخمسين من 1000 طيب يبقى انا عندي ادي سيتا بي وعندي ادي سيتا ايه هجيب الزاوية بينهم هطرح بقى سيتا بيه ده اسهل حل ليه هنقص السيتا ايه تديني ادي 83 والرقم ده 650 ناقص 26 والرقم ده اللي هو 565 من 1000 ونشوف يبقى اطرح كده ده ناقص 26 و 565 يديني كام يديني 57 يديني تقريبا 57 57 واحد من 10 او 57 يعني تقريبا هؤ ماشي كده طيب السؤال الاخير نركز بقى في السؤال ده بيقولي الشكل التالي فيه عندي مطلوبين الشكل التالي يوضح لعب تنس يضرب كرة افقيا طيب لما شوف حاجة بالشكل ده لما شوف حاجة بالشكل ده كده عادية هي كرة بتتدرب بالشكل ده كده يبقى دي لها سرعة في الاتجاه يعني يعني هو مضروبة بزاوية في الاتجاه الافقي وفي زاوية في الاتجاه الرأس يعني هو بيصنع زاوية في الاتجاه الافقي وبيصنع زاوية في الاتجاه الرأس لما شوف دي كده أعرف إن الزاوية اللي بيصنعها مع الأفق دي في الحالة دي بسفر لأن هي كده قدي الأفق أهو هو محدوفة الكرة كده أول ما تقذفت أو ضربها الراجل كان ضربها بالشكل ده كده فموازي ليه أهو وبالتالي الزاوية اللي هي مضروبة بها بسفر تبدأ تفرق فيها تفرق كتير جدا ماشي؟ يبقى الزاوية اللي مكذوفة بها الكرة سفر لأن هي ما بتملش على الأفق هو دايما يقول لي مثلا إيه قذفت كرة بزاوية 30 مع الأفقي بزاوية 20 وبنبدأ نتعامل على السيتة على أنها بعشرين طب هي دي بزاوية كم مع الأفقي دي بزاوية 0 لأن هي موازية للأفقي لما جاتت تضرب طيب أول حاجة عايز سرعة قذف الكرة اللي هي V.I ليه V.I ما هي هي؟ أول سرعة طالع اللي هي سرعة القذف التي تجعلها بالكاد تتجاوز الشبكة بالكاد بالعافية هتتجاوز الشبكة يعني ببساطة عايز سرعة كده لغاية ما تيجي هنا يعني ما تجيش على الأرض لأن بالعافية هتتجاوز الشبكة التي ترتفع 9 من 10 متر يعني الشبكة دي طولها كده 9 من 10 طول الشبكة دي عن سطح الأرض وتبعد عن اللي هي بمسافة أفقية 15 متر أهي طيب فعايز السرعة فالسرعة أنا عندي هقول كده إن V.I بتساوي ال-X على T أو ال-D على T المسافة على الزمن عشان أجيب السرعة عندي المسافة اللي مشيتها هاي 15 متر على الزمن اللي مشيته من هنا طيب على الزمن اللي أنا عايز بقى عرف الزمن اللي مشيته الكرة من هنا لغاية هنا لغاية بالعافية هنا طيب يعني عايز الزمن بتاع الحتة دي طيب أجيب الزمن ده إزاي بقى أنا أقول أول حاجة أنا عايز الزمن ماشي كده طيب معايا إيه تاني لو معايا مثلا V.F اللي هي السرعة النهائية كنت اشتغلت بالمعادلة الأولى لو معايا دي لو معايا آه دي مسافة رأسية كنت اشتغلت بالمعادلة الثالثة طيب أنا معايا التانية معلش طيب أنا معايا مين أنا مش معايا V.F معيش السرعة النهائية لكن معايا المسافة دي هي الكرة من أول ما مشيت هنا كده الغاية هنا هي مشيت مسافة مش بقول أفقية مسافة رأسية قدي يعني الكرة مشيت في الحتة دي مسافة رأسية قدي اللي هي المسافة الرأسية دي قديه نشوف دول كده كانوا 2.5 يعني علو الكورة عن الأرض 2.5 هي بقى وصلت أنا عايز أعرف وصلت لغاية الشبكة فمشيت مسافة رأسية قديه فهقول اللي 2.5 مقس طول الشبكة اللي كانت 9 من 10 هعرف الحتة دي بس كده قديه يعني أنا عندي دي كلها 2.5 ومعايا دي بت 9 من 10 يبقى المسافة اللي هي مشيتها دي هي قديه هي اللي 2.5 نقس 9 من 10 يبقى معايا دي اللي مشيتها 2.5 نقس 9 من 10 اللي هي ايه 8 على 5 اللي هي 1.6 من 10 بس دي مسافة رأسية ماشي كده فنيجي نروح عاملين ايه بقى معايا دي وتي أبدأ أشتغل بالمعادلة التانية عشان أجيب الت أشتغل بالمعادلة التانية اللي بتقول ان الدي اللي هي الدي واي المسافة الرأسية بتساوي الفي آي بس واي ماشي كده زائد نص هو دي اي تي ولا جي تي مش ماشي كده بشكل رأسي يبقى جي يبقى جي تي تربية ماشي كده طيب ليه كتبت هنا في آي واي عشان قلت أنا بجيب أنا بجيب أنا عايز أجيب الزمن ماشي كده وأنا بستخدم مسافة رأسية فمسافة رأسية لازم أستخدم السرعة اللي مشيتها في الاتجاه الرأسي طيب وهي ليه وليه المسافة بواحد وستة من عشرة بس لأن أنا عايز هي الكورة مشيت من هنا إلى هنا كده يعني مشيت المسافة الرأسية دي تبديئة دي ده تنين ونص وده تسعة من عشرة يبقى هي الباقي طيب يبقى دي اللي هي واحد وستة من عشرة بتساوي الفي آي الفي آي اللي هي مش معايا أنا أصلا عايز الفي آي في الواي اللي هي أنا بشيله الواي وحط إيه أنا قلت في في السؤال الآن في الامتحان اللي فات ولا إيه تقريبا في الامتحان اللي فات أنا قلت إن كده في آي إكس فبتبقى في آي كوزين سيتا في آي واي فبتبقى في آي سين سيتا ماشي كده فأنا بروح شايل الواي وحط سين سيتا أو الإكس وحط كوزين سيتا فعندي هنا واي فحط سين سيتا أنا عندي السيتا بكام قلت بسفر يبقى سين سفر يبقى الموضوع ده كله بصفر زائد نص في جي اللي هي في عشرة ولا تسعة وتمانية وعشرة في تي تربيع فاهمنا كده نص في عشرة دي بخمسة يعني واحد وستة من عشرة بتساوي خمسة تي تربيع قلنا دي كلها بصفر عشان الزاوية بصفر ومنها تي تربيع بتساوي واحد وستة على خمسة يعني تي اخذ الجزر واحد وستة على خمسة التي بتساوي هكتبها زي ما هي كده اتنين جزر اتنين على خمسة ثانية دلوقتي انا معايا دلوقتي الزمن اللي اخدته بقى ايه عشان تمشي المسافة الرأسية ديت طيب يبقى الفي اوي بيتساوي بقى ارجع بقى اللي انا عايزها الفي اوي بتساوي دي على التي يعني خمسة اشرة متر على اتنين جزر اتنين على خمسة واجيب الفي اوي ليه السرعة اللي ابتدأ ايه يبقى خمستاشر يديني يديني ستة وعشرين واثنين وخمسين من مية متر على السنة طيب ده اول مطلوب تاني مطلوب عندي ايه بيقول لي المادة الافقي اذا كزفت الكرة بالسرعة التي حصلت عليها في واحد المادة الافقي يعني اقصى مسافة افقية ايه مشيتها انا ملاحظ ان اقصى مسافة افقية مشيتها لغاية هنا انا عندي دي بخمستاشر صحي كده يبقى بقيلي ده يبقى بقيلي الحتة دي عشان اعرف ايه واروح جامع عليها الخمستاشر عشان اعرف هي مشيت ايه الدي ماشي كده طيب يبقى الار اللي هو المادة الافقي بتساوي البي اي اكس في تي من القانون صحي كده طيب نقول تاني البي اي اكس يعني الار هي بتساوي البي اي اكس البي اي اللي انا جبتها دي بيقول لي الكرة اللي كزفت عليها اللي حصلت عليها من واحد واثنين وخمسين في الاجس انا قلت اشيل اكس وحط ايه وحط كوزين سيتا في التي انا عايز بقى ايه انا عايز التى بتاع الدية كلها ما هو بتاعة اقصى مدى فلازم ايه انا التى اللي جبتها دي كان لغاية هنا طب انا عايز التى لغاية هنا اعمل ايه بقى هي دلوقتي نفس شفتوا المعادلة دي هي دي اللي هابش بيها بس الفكرة انها عوض عن التى المراوي بدل ما بيهية بالرقم ده اللي هو واحد والستة من عشرة هعوض عن التى كلها لان الكرة هي مشت من هنا ل هنا يعني مشت المسافة الرأسية دي كلها فأنا هجيب الزمن من نفس المعادلة يعني بدل ما داننا دوخ أجيب الزمن من نفس المعادلة بس هقول إنها مشت المسابة دي كلها يعني دي المراد اللي هي 2.5 بتساوي ال-V-I-Y أي إن كان ال-V-I هي معايا بس ال-Y اللي هي سين سيتا فدي كلها بسفر زائد نص في الجي اللي هي عشرة في التي تربيع أجيبها دي برضو بخمسة يبقى التي تربيع بتساوي اتنين ونص على الخمسة اللي هي بنص صح كده ما دي خمسة تي تربيع بتساوي اتنين ونص فهقسم اتنين ونص على خمسة هتديني نص طيب يبقى التي أخد الجزر يبقى التي تربيع بي تي تربيع تلع بنص قلنا يبقى التي تلع بجزر اتنين على اتنين طيب أو واحد على جزر اتنين ها جزر اتنين على اتنين على واحد على جزر اتنين هي هي طيب بقى معي الزمن بقى الكل الزمن بقى الكل فAJ يبقى نكتب في 26 تطلع 1875 تمنتاشر خمسة وسبعين خمسة وسبعين ايه هي متر بقى ماشي كده يبقى دي المسافة كلها طيب كان في حل تاني اه في حل تاني كان ممكن اجيب المسافة هنا عن طريق عن طريق دي دي اللي هي تسعة من عشرة بس واروح جميعها على الخمسة واجيبها ماشي كده طيب الفيديو الجاي هنحلم نموذج رقم 3